بداية مع سالي العواضي ونشاركتها لسطوري اليوم صباحا وهي متفاجأة من انكسار زجاد سيارتها من بعد سقوط الثلج بالأردن انكسرت سيارتي بسم الله وشوفوا كمان الكشفت على سيارة أمي يا بسم الله بسم الله يجمع أشهاد أشصار عادي باعش في قوف أشهاد أول مرة يعني في حياة تطلع الكرسي شف الكرسي شف الكرسي فبعد انتشار هذا الاسطوري صارت الناس تتهاجم وتكتب أنه هذا جزائها بعد خلعها للحجاب وأنه هي ممكن تكون علامة من ربنا فسالي عم بتواجه كتير انتقادات وهجوم آخر فترة وخاصة لما تفتح بثوث على تيك توك فشو رأيكم أنتو؟ شف أسر ضعفتي ما قدرتي ورح ترجعي أو الله أعلم حد إذا رجعتي عاد بعد ما كرهوك فيه كرهوك كرهوك في إشي اسمه حجاب وهيك عملي مع كل البنات حتى البنت اللي ناوي تتحجب خلوها تتهج أردت لك هيكة؟ هكذا أنا إذا بدي أفكر إني أحاول أشوف أنا كيف أعبر عن ذا أولا أما أنس الشايب فتعرضت للإحراج مرتين خلال بث مباشر الأولى لما جاب سيرة جواني أمامه وردت فعله كانت تضحك بصمت أما الثانية فكانت لما جابت سيرة بيسان اسماعيل أمامه وسؤاله عنها فهيك كانت ردت فعله أين يعني؟ في وحدة يحكوا اسمها بيسان تعرفها شي؟ شو؟ لا والله بسمع يجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونا اسر ق объяс my line но soprattutto ليسان ما به رفus إخوان شهر كم من اللحن لا يوجد ان اغ Some Kurban في識نون على مكوان كان موضوع دراما غيث مروان hani وما اللّي لا تتواصلة لحد الآن وكشف عمر بآخر الفيديو أنه اجتمع بغيث مروان عائلته قبل يوم عرسه وتحديدا بأخس غيث مروان وتحدثوا عن المعازيم بما فيهم ميكس واللي كان على خلاف مع عمر بهذه الفترة وأيضا عن بيسان اسماعيل وحكى عمر أنه أخت غيث صرحت وحكت له أنه بيسان مو معزو مع العرس وحبت تعزم حالها بالغصب هذا اللي خل عمر منحاز لطرف غيث بهالدراما فش رأيكم أنتو بتصريح عمر أبو الرو اشتركوا في القناة